السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد 16 تموز يوليو طبعا القمر موجود الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم السبت ما زال موجود في برج الجوزاء بده ينتقل بعد قليل يعني الساعة 5 و 13 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الوردن الساعة 7 و 4 تقريبا يعني عند المغرب تقريبا بنتقل القمر وبصير في برج السرطان احنا رح نذكر انه هو في برج السرطان ما رح نذكر وجوده في برج الجوزاء ولكن الآن احنا في زي ما بنحكيها فترة خلوه ومسار فخلينا نشوف بالنسبة للقمر القمر موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و 31 دقيقة بعد عصر اليوم الاحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر الآن زي ما حكينا هو في برج الجوزاء واحنا الآن في فترة خلوه ومسار اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم السبت خلوه ومسار بدأ الساعة 12 و 35 دقيقة من ظهر اليوم السبت ورح يستمر لغاية الساعة 5 و 13 دقيقة بعد العصر عصر اليوم السبت أو عند مغرب اليوم السبت بتوقيت الاردن يعني طول طيلة النهار هو رح يكون في برج السرطان ولكن خلوه ومسار لأنه ضايله تقريبا بحدود الثلاث ساعات فعشان هيك لازم نذكره خلوه ومسار هي فترة سلبية لأن القمر ببطل شكل زوايا مباشرة مع الكواكب الرئيسية فبدخل في مرحلة خلوه ومسار خلوه ومسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه ومسار الساعة 35 دقيقة خلاص القمر بنتقل أو عند المغرب بنتقل ويصير في برج السرطان وطيلة اليوم هو في برج السرطان منشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه ممكن نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام أو شهيتنا بتكون مفتوحة علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوس عن الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات شراع عقار، استجار بيت، صيانة، ما يعني من هالنوع أو زراعة نبت ماء أو شجيرة أو الانتباه لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المشتري بدأت تأثيراتها الآن موعد بث الحلقة طبعا تأثيرات هاي زاوية من اليوم وحتى يوم 21 سبعة ذروتها يوم 17 سبعة في تمام الساعة 12 و48 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانيتش بما أنه عطارد والمشتري معناته هاي زاوية بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من الأخطاء في الحكم على الأشخاص أو على أي أمر وإفشاء الأسرار وممكن تعرضنا لمشاكل مع العدالة أهم يشينه بالفترة هاي نتجنب توقيع الوثائق المهمة وما نقوم بأي استثمار أو مضاربات مالية ممكن تنتهي بدعوات قضائية وخصوصا إذا كنا إحنا مش كفو إن ننسكر الالتزام أو معنا قدرة لتزديد الالتزامات أما بالنسبة للوثائق فلازم نتمعن فيها بشكل جيد وندرس كل بنودها عشان ما يتسرب بند ويدخلنا بمشاكل أما دوليا فهي بدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارة في البلد أو الاستثمار المحلي وممكن يتم فضح بعض الاختلاسات أو التلاعبات في مؤسسات الدولة أو البنكية في دولة ما وممكن يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو ممكن يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافي للمقاضاة أمام العدالة وبرضو بيقع جدال حول بعض القضايا الدينية والعقائدية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس هذه زاوية تأثرتها من يوم 11-7 إلى يوم 18-7 بتعزز قدراتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث لدينا تمنحنا الابتكار ومواهب للاختراعات ومننجذب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم أو ممكن يصير في بعض التغييرات المفيدة التي تخرجنا من الرتابة يعني في بعض الإنجازات الإيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وتأثيراتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 ذروتها يوم 27 ساعة وحدة وست دقائق بعد الظهر هذه زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 طبعا ذروتها يوم 27 ساعة 8 و38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتزيد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي ممكن أنها تخلف مشاكل عديدة عشان هيك بتكون تضبط عصابكم قدر الإمكان لأنه بالفترة هاي بتزيد العصبية عشاءه لازم نتمالك عصابنا وضبط النفس في التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير بيدفعنا الإفراط لأنه ممكن يسببنا بعض الحوادث أو العمليات الجراحية أو بيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وبرضو ممكن يعرضنا لهجومات من بعض الخصوم تكون فتاكة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو هذه الزاوية تاثراتها من يوم 13 سبعة ليوم 30 سبعة ذروتها يوم 22 سبعة الساعة ثلاثة و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بالثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسببنا عدوات خفية وبتزيد من شهوانيتنا أو حدة شهوانيتنا اللي ممكن أنها تضر بصحتنا أو تسببنا أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية منفصلة تأثيراتها من 28 ستة إلى يوم 12 هاي بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم يرجع بيظهر على الساحة ورجوعه أو عودته بيدعم وضعنا بشكل أكبر بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو اليوم ذروتها أول زاوية زاوية اللي هو التسديس الإيجابية اللي بين القمر وبين المريخ وطبعا تأثيراتها من الآن ورح تستمر حتى ساعات الظهر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماستنا وبرضو هذا الوقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين زحل طبعا بالنسبة لهذه الزاوية تأثيراتها من مغرب اليوم السبت وبتستمر حتى مغرب يوم الأحد هي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين زحلذر وتها ساعة ستة وخمس دقائق صباح يوم الأحد نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطر على الذات والثبات والحذر ابتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية ذروتها ساعة 24 دقيقة من عصر اليوم الأحد تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الأحد وبتستمر حتى صباح يوم الأثنين بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس يعني بداية تشكل زاوية ولادة الهلال اللي هي يعني الاقتران هاي رح تكون الساعة 36 دقيقة من مساء يوم الأثنين يعني يولد الهلال الساعة 36 دقيقة من مساء يوم الأثنين ولكن بالنسبة لتأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من مساء يوم الأحد وبتستمر حتى مساء يوم الأثنين منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقاب النفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبيض والرحم والمهبل الثدي غشاء الجنب غشاء السفاق الجهاز اللمفاوي وعظم الصدر هدولا الأكثر حساسية يعني يصلح هذا اليوم لمراجعة طبية أو أخذ علاجات فحوصات لهاي الأعضاء تحديدا ولكن ما بنصح بالعمليات الجراحية الكبرى رغم أنه ما في أي مخاطر ولكن هاي الأعضاء تحديدا بدها شوي تحذر عمليات جراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإلها بالعكس هذا اليوم يوم مناسب جدا لهاي الأمور بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان أو رح يستقر في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الثلاثاء وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وأربعة دقائق فجرا بصير عمره ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات تقريبا نحكي المساء أو عند منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة مية في المية يعني طيلة اليوم سعيد مية في المية القمر في السرطان حتى يوم ثمنتاش سبعة سعيد الآن بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة ستين في المية أما في ساعات المساء فبصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارت في الأسد حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في العذرة حتى يوم 27 ثمانية منتحس الآن بنسبة 10% في ساعة العصر بصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 أحداش منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% ياريت اللي وصل معنا له وما حط اللايك أو الدسلايك أو الكومنت أو الشير ما بدأ حكيلكوا تسبوا علي اليوم مش جاي عبالي حدا يسب علي ما حدا يسب علي بس عادي حط الدسلايك يعني نوع من التغيير وزي ما حكينا كيفستين تدعموا تبروا هدولا ما حد يكبس عليهم لا تشكرات ولا انتساب بالقناة بس بكفيستي مع كل الحلقة يعني بكفيني وبرضو تحطوا اللايك يعني بصير هيك مبسوط 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 وبضحك كتير كتير الله يرضى عليكم كيف بايخ أنا وانا بمزح فوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فعشان هيك اليوم بتنهمكوا بيومور الها صلة بالبيت والعائلة اهمش انه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتحذروا الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاؤوا من تصرف احدهم اتجاهك اهمش انك تنظموا جدول اعمالكم ونشاطاتكم العباء شوي ممكن تكون كثير شوي ولكن في بعض الاخبار السر العائلية او الاحداث اللي ممكن تلفت انتباهك وبرضو تطلب منك موقف ما برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا اكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي عندهم امتحان او عندهم مقابلة او عندهم ترويج لسلعة اهم شي انك تدافع عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبهوا لكلامكم احفظوا خط العودة ممكن هيك يصير في بعض اللقاءات او الاجتماعات اليوم او يكون في عندك عمل مفيد تتخذ من خلال هذا العمل بعض القرارات المهمة او النقاش الحوار يكون في بعض القرارات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب هذا المكسب من عمل اضافي منكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعود لهم او ممكن يحصلوا على هدية او نوع من انواع الدعم اهم اشي انك تخففوا من النفقات نظموا اموركم المالية وما تسمحوا للأقصاط بالتراكم ادفعوا المستحقات والاولويات ولا تدعوا اي شخص يغشكم او يدفعكم لتوظيف الاموال بطرق مشبوهة او يغرر فيكم او ينصب عليكم ايضا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم انتوا مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم اهمش انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن بدون عصبية ومعاندة وحدية والامور هاي بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض ابتداء من ساعات مغرب يعني طيلة اليوم نقول وبتكون في بعض النجاحات في التحركات في اي اتجاه عاطفي عمل مال اي اشي يعني فترة ايجابية بتلمس من خلالها انفراج وتقدم برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد اعيط اعيط ابكي شو اسوي اه طيب خلص اه ماشي احنا والله فاهمين على بعض والله احنا لازم بس اصل عند برج الاسد اقول فاهمين علي له هيك انتوا على السريع بتفهموا علي شو اللي بصير اه القمر اليوم موجود في بيت المتاعب عشان هيك بسيطر التعب علينا تردوش على سعيد انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة يعني اعملوا بشكل روتيني بمعنى اخر مش يتناموا في البيت اه بتكون الفترة هاي فارغة وممكن تخفي عداوة او مؤامرة بارك الله فيك على هالكلام الحلو بشرتنا بالخير بكفيناش كل هالمصايب اللي موجودة حوالينا علينا تجنب المشاكل احنا اللي بنا نتجنب المشاكل احنا المشاكل نفسها اساسا مع الوضاع اللي احنا فيها راعي اعمالك وسيرها اخذ بعين الاعتبار التأخير ما كل حياتنا تأخير هي وقفت على اليوم والتأخيرات رح تكون في المواعيد والنشاطات اعتقد انه من المفروض انا اقولك بسيك برج الاسد فاهمين علي واروح على البرج اللي بعده برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد اي شخص لانه اليوم انتقادك ما رح يكون له اذان صاغية بالعكس ممكن يعمل ردات فعل سلبية تكون انت الخسران فيها فعشان هيك انتقادات بلاها اليوم بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الاصدقاء اليوم انتوا بحاجة لحجد التأييد وباستطاعتكم كسب تعاطف الاخرين والتميز في علاقاتكم الاجتماعية اليوم في نجاح وفي انتشار فعشان هيك لازم تتحرك اليوم لاستغلال معارفك اذا اليك مصلحة بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يوم بتكوا تحافظوا فيه على سمعتكم وعلى اعمالكم وعلى صبركم ايضا هذا اليوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهم شي انه ما تشوهوا سمعتكم لانه الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك هاي الايام فرصة مميزة فعشان هيك داك تضبط عصابك كون منتبه ومتنبه لكل شيء وما تترك الطيش او اللا هو يتسبب باخطاء لا تغتفر وابعد عن مخالفة القوانين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والامتحانات والمقابلات ايضا اهم شي انكو تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة واذا عندكو سفر حاولوا تكونوا في المطار قبل موعد الطيارة وتفقدوا اوراقهم وامتعتكم بتميل اليوم للاسترخى والاستجمام لكن يجب ان تحذر من الفوضى اللي ممكن تصير في بعض الاوقات فترة مناسبة للتشاور لعقد المفاوضات للمشتركة في مختلف النشاطات الاجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي والمستوى المالي ففيها فرص جيدة برج القوس ابتنهمكو اليوم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات الا انه اليوم في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض وبترغبوا اليوم في لفة الانظار وتبديد الاجواء السلبية حاولوا انكو تخرجوا مع الاصدقاء امرحوا فكروا بالغد باستقرار وضعكم المالي ولا تستعجلوا بتوقيع عقد او اوراق بدون دراستها بشكل جيد ممكن يكون عندك عمل تجاري برضو دقيق بالتفاصيل يعني بدك تدرس الفكرة بشكل جيد وفي نفس اللحظة تتأكد من معطياتها والاهم انه لا تقرض حد فلوس وانتبه من المحتالين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة والجنب والانتقاد وتوجيه الملاحظات على انواعها وحذروا من المواجهات الكلامية القمر مقابلك يعني بعطيك ايجابية على مستوى الشراكة وتعزيز الشراكات وعلاقاتكم ما بينكم وبين الازواج او شركاء العمل ولكن طاقتكم ضعيفة عشان هيك بتشعروا انه الاجواء سلبية جدا وما تسمحوا باختلاق المشاكل حذروا من مخالفة التعليمات والقوانين ايضا وتعتبر هاي الفترة من اسوأ ايام الشهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم لان التركيز كله اليوم رح يكون على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بتكن تنتبهوا على اعمالكم حاول انك تنجز الاعمال المهمة والضرورية في البداية حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع الزملاء ابتكثر اليوم عندكم التنقلات وورشات العمل ممكن تضطروا لتقديم المساعدة لحدهم وبرضو ممكن تكثر المسئوليات والالتزامات على انواعها بدك تكون حريص على صحتك ايضا لانها فترة دقيقة جدا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الان في البيت الخامس يعني بيت العاطفي والحضوض اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم الاجواء جيدة وداعمة لممارسة هواي او الترفيه عن النفس او تغيير جو او حتى اي شيء حتى التجميل جيد جدا على الاهتمام بمظهركم اهمش انه اليوم ما تسمحوا لأي شخص بانه يغشكم تحمل هاي الفترة انفراج وتعاطف عشان هيك حاول انك ما تقف مكتوف اليدين بل تحرك لانه لازم اليوم انت تكسب قدر الامكان من هاي الاجواء ممكن يكون لك في عندك فرحة او اهتمام باحد الابناء او مسألة بتتعلق باحد الاحبة طيب حطيتوا لايك وديسلايك وكومنت وشير والاشياء هاي ولا لا ياريت اللي ما حطها يحطها ويكبسو زي ما حكيت يعني بلاش اليوم تسبو عليه خلص بس حط دسلايك اه لانه هيك نفسيتي تعبان شوي هيك مش قادر مش قادر حدي بهتلني فيعني بس دسلايك هاي بتكفي ادعموا التشكرات والامور هاي بلاها يعني كبسوش عليهم ما ذولا يعني انتوا فاهمين علي بس متابعتك لالحلقة تفي بالغرض شكرا لالكم ولحسن الاستماع نراكم غدا باذن الله تعالى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا للمشاهدة